أكدت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات الصينية قد ارتفعت في أغسطس بنسبة 7.1% على أساس سنوية ذلك مقابل زيادة بلغ 18% في يوليو وأشارت الإدارة العامة للجمارك في الصين إلى ارتفاع الوردات بنسبة 3.10% في أغسطس الماضي مقابل 2.3% في يوليو ذلك في وقت ما تزال تلقي في جائحة كورونا بضلالها على المدن الصينية والمصانع الموجودة فيها مع استمرار عمليات الإغلاق لمصانع وأحياء المزيد في سياق هذا التقرير يعاني الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاديات العالم من الكثير من المشاكل الاقتصادية حيث تواصل القيود الصينية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الضغط على أسواق النفط بالإضافة إلى التوقعات بمزيد من الرفع لمعدلات الفائدة مما جدد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وانكماش نمو الطلب على الوقود فقد تسببت سياسة صفر كوفيد الصارمة في الصين في إبقاء بعض المدن في حالة إغلاق مما حد من حركة المواطنين وقلص الطلب على النفط بثاني أكبر مستهلك في العالم وفي السياق نفسه أكدت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال يوليو المنصر وذلك مع ارتفاع إجمالي أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3% في يوليو على أساس سنوي وزيادة أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 16.9% مقارنة بالعام الماضي وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 7.1% على أساس سنوي مقابل زيادة بلغت 18% في يوليو وارتفعت الواردات بنسبة 3.10% فقط في أغسطس مقابل 2.3% في يوليو ونتيجة لهذا التباطؤ فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين إلى مستوى 79 مليار و390 مليون دولار خلال أغسطس الماضي تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيوصل رفع أسعار الفائدة بصورة حدة وقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 1692 دولار للأنصة بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مساوى له في أسبوع وكتراجعت أيضا عقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 6.10% لتصل إلى 1703 دولارات وفقا لرويترز تراجعت أسعار النفط بعد أن تسببت قيود كوفيد-19 في الصين وتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمية وكذلك خفض النمو والطلب على الوقود وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 1.2% إلى 91.71% للدولار ذلك للبرميلة الواحد بعد أن تراجعت بنسبة 3% في الجلسة السابقة وتراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4 دولار أي 1.4% إلى 85.63 سنتات للبرميلة في اليابان رفعت السلطات الحد الأقصى اليومي للوافدين المسموح لهم بدخول البلاد من 20 إلى 50 ألفا وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف القيود الحدودية الصارمة المفروضة على القطاع السياحة في مواجهة كورونا منذ أكثر من عامين وقد أكدت وكلت أنباء قيود اليابانية أنه اعتبارا من اليوم لا يحتاج المسافرون الوافدون الذين طلقوا الجرع المعززة على الأقل إلى إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من المغادرة وكذلك إظهار دليل على عدم إصابتهم اشتركوا في القناة